السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكل متابعين الكرام والفيديو ده اطلب مني كتير من طلبنا وطالبتنا وكانوا عايزين يعرفوا تفاصيل اكتر عن المعهد الفني الصحي وهل هو فعلا ليه مستقبل ولا لا وهل بيدمن لنا فرص العمل بعد التخرج ومدته قد ايه وازاي شروط الالتحاق وسحب الملفات كل الكلام ده هنعرفوا مع بعض في الفيديو النهارده قبل ما نبدأ وندخل مع بعض ونعرف التفاصيل بفكركم لو اول مرة بتزورونا وبتشوفوا القناة ما تنسوش تكونوا في واحد من اسرتنا وتعملوا سبسكرايب اشتراك بالقناة وتنضموا لينا وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مننا اشعار بكل فيديو جديد بننزله بخصوص اخبار التعليم ويلا بينا مع بعض ونتكلم عن المعهد الفني الصحي شعبة تمريد اعتبر معهد الفني الصحي هو معهد حكومي فوق متوسط بيمنح شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية وبيقبل الحاصلين على السنوية العامة الحديثة بشعبتين العلم علوم ورياضة بجانب الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات والدبلوم الفني التجاري شعبة عامة كما بيتيح المعهد للخريج التقديم والالتحاق بالكوريات التمريد بأي جمعة والحصول على درجة الباكلاريوس في العلوم التمريدية وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة بالمجرس الأعلى للجامعات والقواعد الخاصة به وتنقسم المواد إلى العلوم التمريدية العلوم التبية العلوم الإنسانية بالإضافة إلى مجموعة من المقرارات المسندة لها كما تتم بالمعهد مجموعة من التدريبات العملية ومن أهمها التدريب العملي في مجال العلوم التمريدية والتي بيقوم عليها المعهد في دراسة وبتنقسم مدة الدراسة في المعهد الفني للتمريد 2020 العام الواحد إلى فصلين دراسيين كأي معهد وبتكون فترة الدراسة في المعهد على سنتين بإجمالي أربع فصول دراسية وبيكون الترم عبارة عن 15 أسبوع للفصل الواحد وكذلك فترة 6 شهور والتي بتعد بمثابة فترة الامتياز والتدريب لغة الدراسة الأساسية هي اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى بعض المواد باللغة العربية وبيعفى الطالب الذي اكتاز جميع المقرارات الدراسية بنجاح من شرط قضاء مدة 6 أشهر الخاصة بالتدريب أي فترة الامتياز في حالة التحقه بكليات التمريد بإحدى الجامعات وتقديم مستندات بتثبت ذلك وهي كالتالي بيتقدم الطالب بمستند من مكتب التنصيق للقبول بالجامعات وبه ما يثبت قبوله بإحدى كليات التمريد بأي جامعة مصرية بيتم تدوين شرطه بالشهادة التي بيمنحها المعهد والتي بتنص على اكتياز الطالب بنجاح المقرارات الدراسية ولم يكتاز فترة التدريب الإجبارية يوجد للمعهد الفني للتمريد 2020 قسم واحد فقط وهو شعبة التمريد ومن أهم ما يهدف إليه المعهد الفني للتمريد هو توفير ممرضين قادرين على القيام بالعناية التمريدية الأساسية وتوفير المهارات العملية اللازمة أثناء عملها مع الأفراد الأصحاء والمرضى في جميع المؤسسات الصحية القصة والحكومية شروط القبول بمعهد التمريد الحصول على شهادة السنوية العامة أو ما يعادلها دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو تانية التقدم للالتحاق المعهد الفني للتمريد 2020 عن طريق مكتب التنصيق الإلكتروني للقبول بالجامعات وذلك تبقى للقواعد والنظم اللي بيحددها المجلس الأعلى للجامعات النجاح في اختبارات القبول اللي بيعقدها المجلس الفني للتمريد كما بتتاح الفرصة أمام طلاب والطالبات الوافدين بالالتحاق بالمعهد تبقى للقواعد اللي بيحددها المجلس الأعلى للجامعات التنصيق الداخلي بالمعهد الفني الصحي بيكون لهذا المعهد عدد أقسام كقسم أشعة بيتراوح تنصيقه الداخلي 96% وبيكون القسم التاني هو قسم تحليل ويتروح تنسيقه الداخلي من 94 إلى 95% كما هناك أقسام للدراسة بالمعهد شعبة فني المعاونين الصحيين شعبة فني وفنيات المعامل شعبة فني وفنيات الأشعة شعبة فني وفنيات صناعة الأسنان شعبة فني وفنيات التسجيل الطبي والإحصاء شعبة فني وفنيات التمريد شعبة فني وفنيات صيانة الأجهزة الطبية شعبة فني الرعاية الطبية العجلة شعبة الفني أو عفوا فنيات التوليد وصحة المجتمع شعبة فني وفنيات التمريد النفسي والصحة النفسية شعبة فني وفنيات الطوارئ والحالات الحرجة شعبة فني وفنيات تمريد الأوروب المعاهد الصحية للقوات المسلحة صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وإناس من الحاصلين على شهادة السنوية العامة علم علوم أو الأزهرية علمي خريجي العام الدراسي 2018-2019-2020 وذلك بالمعهد الصحي زكور بحوش عيسى والمعهد الصحي إناس بأحمد جلال والمعهد الصحي بالجلاء وذلك وفقا للشروط الآتية قال لا يقل مجموعة طالب من الحاصلين على الثانوية العامة علم علوم أو الأزهرية علمي عن نسبة نجاح 60% وقال لا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70% وقال لا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام في 11-2020 وأن يكون مصر الجنسية ومن أبوين مصريين بيتمتعن بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج من نجاح وحصوله على ترخيص مزولة المهنة وأن يكون حسن السير والسلوك وقال لا يكون قد سبق له الالتحق بالكوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفض منها وأن يكتاز الإختبارات المحددة للقبول طبية نفسية لغة إنجليزية ليقى بدنية كشف هيئة حليل طبية كما يشترط موافقة والد ولي الأمر الطالب على الالتحق بالكوات المسلحة ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم ليقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية ولا يحق للفرض المتقدم الالتحق بالكوليات والمعاهد اتبع لوزارة التعليم العالي التي تمنح درجة بكلريوس التمريد وبيكون مدة الدراسة بالمعهد سنتين دراسيتين للحصول على الدبلوم الصحي وبيحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالكوات المسلحة بيتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة تبقى لتعليمات الصدرة في هذا الشأ وبتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي كما يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات اللي بتقدمها القوات المسلحة تبقى للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك أماكن سحبه تقديم الملفات وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى المدرسة السنوية العسكرية للتمريد ذكور بكبري القبة المعهد الصحي للقوات المسلحة إناس بأحمد جلال المدرسة السنوية العسكرية للتمريد إناس بالطب العالمي المدرسة السنوية العسكرية للتمريد إناس بالأسكندرية المدرسة السنوية العسكرية للتمريد إناس بسهاج وذلك اعتبارا من 8.28.20 إلى 15.29.20 على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة للذكور بالمدرسة السنوية العسكرية للتمريد بكبري القبة والإناس بالمعهد الصحي للقوات المسلحة بأحمد جلال ويكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 17-29-20 وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو يارب يكون نال إعجابكم واستفدتم منه ومعلومات جديدة بتخص المعهد الفني الصحي شعبة تمريد وبفكركم بالسابسكرايب الاشتراك بالقناة لو لسه ما اشتركتوش وكمان تدعمونا باللايك والشير لكل حبيبكم وصحبكم حتى تعم الفائدة للجميع وفي الختام في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته